أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمانة الخليفة رئيس الوزراء الموقر على الدور الذي يطلع به القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية الأمر الذي يستوجب معه أن تكون الكلمة والموقف التجاري والاقتصادي متحدين من أجل مصلحة الوطن واقتصاده فالظروف التي يمر بها العالم والمنطقة وتأثيراتها على الاقتصاد البحريني تستوجب من الجميع تحمل المسئولية لتجاوز هذه التحديات فلا مجال اليوم للاختلاف الذي يخلق تحدي جديد يضاف لتلك التي يفرضها الواقع الاقتصادي العالمي مما يزيد من صعوبة التعامل مع المستجدات الراهنة جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لعدد من المسؤولين بالمملكة ورجال الأعمال والصحافة وخلال اللقاء استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الجهود التي تبذلها الحكومة في تعزيز الرقابة بالأجهزة الحكومية لضمان أن يكون صرف المال العام بالأسلوب المؤسسي الذي يحقق توجهاتها في خفض الإنفاق وترشيده دون ما الإخلال بالمسار التنموي مثنيا سموه في هذا الصدد على الدور الذي يطلع به ديوان الرقابة المالية رئيسا ومنتسبين في دعم الجهود الحكومية نحو تعزيز الرقابة المالية إلى ذلك فقد أشهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الذي تطلع به المؤسسات الصحفية المحلية والخريجية وما أظهرته من تحمل للمسؤولية في ظل ظروف الراهنة حتى غدت اليوم شريكا أساسيا في الأفكار والرؤى البناءة لتجاوز هذه المرحلة بتحدياتها المختلفة وقد استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء التطورات الإقليبية والدولية حيث أكد سموه في هذا الصدد أن المنظومة الخليجية تشكل اليوم كيانا راسخا له إسهاماته وتأثيره على الحيز الإقليمي والعالمي مؤكدا سموه بأن العلاقات التي تربط قادة البيت الخليجي وشعوبه قادرة على خلق منظومة تعاون تقود نحو مزيد من الإنجازات والمكتسبات التي تحقق تطلعات الشعوب الخليجية في مستقبل أفضل واستذكر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مسار العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين والدولة الكويت الشقيقة وما يجمع بينهما من روابط وثيقة على مستوى القيادة والشعب مؤكدا سموه بأن العلاقات البحرينية الكويتية لها خصوصياتها على المستوى الثنائي والخليجي فيتستند على تاريخ حافل بالمحطات المضيئة التي تسخر بها مسيرة التعاون بين البلدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر